تشكل إدارة النفايات الصلبة تحدياً كبيراً ويومياً للحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كما في مختلف دول العالم وقد تصاعدت نسب التلوث والأمراض والخرقات البيئية وبحسب أحصاءات الأمم المتحدة فإن عدد سكان العالم العربي كان قد تقط في عام 2013 نحو 370 مليون نسمة ينتجون حوالي 86 مليون طن سنوياً من المخلفات الصلبة على رأس قائمة الأكثر إنتاجاً للمخلفات الصلبة في العالم العربي نرى مصر طبعاً مصر هي الأعلى من حيث الكثافة السكانية وتنتج حوالي 21 مليون طن سنوياً من النفايات البلدية الصلبة تليها السعودية بما يقارب 15 مليون طن من النفايات وبعدها أيضاً الجزائر والسودان وأيضاً المغرب الذي ينتج 6 ملايين و800 ألف طن من النفايات أما أقل الدول العربية إنتاجاً للنفايات الصلبة فهي سلطنة عمان وهناك أيضاً يعني الرقم الأقل هو تحديداً في موريتانيا التي تنتج 450 ألف طن فقط بالنسبة لسلطنة عمان فيها تنتج مليون و400 ألف طن من النفايات الصلبة بالنسبة لكيفية تدوير النفايات ونسب رمي النفايات في بعض الدول نبدأ من مصر التي كما قلنا هي التي تستحوذ على النسبة الأكبر من إنتاج النفايات الصلبة حوالي 84% من المخلفات الصلبة ترمى بطرق لا تراعي الشروط البيئية والصحية ولا تتم معالجة سوى نسبة ضئيلة جداً تكاد لا تذكر من كمية النفايات البلدية التي تتخطى الـ 21 مليون طن في السنة كذلك في الجزائر حيث ينتج حوالي 10 ملايين طن سنوياً من النفايات البلدية الصلبة تقريباً 80% من هذه النفايات ترمى بطرق غير سليمة أو ما يقارب العشرة ملايين طن تصدر سنوياً كما تحدثنا كأيضاً الجزائر حلت في المرتبة 112 في التصنيف الدولي لحماية البيئة مما يعكس بالتالي التدهور البيئي الكبير فيها وفي لبنان تالياً نرى انتاج حوالي مليون طن سنوياً من النفايات الصلبة الكثير منها يرمى بطرق غير شرعية أو غير مناسبة للبيئة وكافة أنواع النفايات البلدية تطمر في بعض المواقع وفي مكبات في بعض القرى مما يلوث مياه البحر أو يلوث المياه الجوفية تقدر نفايات المنازل يومياً في لبنان بحوالي 4000 طن وكما قلنا هناك نسبة تدوير تقارب الثمانية في المئة لكنها تبقى طبعاً نسبة ضئيلة ومتواضعة أما بالنسبة للمملكة العربية السعودية فهناك حوالي 15 مليون طن من النفايات هناك بالنسبة لنصيب الفرد بين 1.5 و1.8 كيلو جرام يومياً لإنتاج هذه النفايات المدن الكبرى الرياض جدة والدمام تصدر حوالي 6 ملايين طن سنوياً من النفايات وبالانتقال إلى الإمارات العربية فنرى أن الإمارات حيث يرتفع المعدل مقارنة بالمعدل العالمي يعني نصيب الفرد بالإنتاج من النفايات تقريباً 750 كيلو جرام سنوياً ويتمثل التحدي الأكبر في الإمارات في ضعف مساهمة صناعة التدوير في مكافحة الأزمات وتطمح الدولة إلى معالجة تقريباً 75% من النفايات الصلبة التي يتم إنتاجها في البلاد بحلول العام 2021 وبالتالي فإن التعاون وفتح أفاق التعاون مع القطاع الخاص في المشاريع التي تكافح النفايات وتسعى إلى توسيع دائرة التدوير هذا ما سيساهم في تحقيق هذه النسب ننتقل الآن إلى ضيفنا من بيروت للحديث أكثر عن هذا الموضوع الرئيس التنفيذي لشركة سيدر إنفايرنمنتل زياد أبي شاكر أهلاً بك أستاذ زياد استدامة الاقتصاد ومعالجة أزمة النفايات في العالم العربي تطرح إشكالية كبرى ما هي نسب التطور في هذا المجال حالياً؟ تقنياً في شيء كثير منيح صار إنه صار فيه تطور كتير تقني بتقنيات معالجة وتدوير واسترداد قيمة النفايات اليوم هالأرقم اللي حكيتي فيها كتير مخزية اليوم لازم المشرع العربي يغير نظرته لموضوع النفايات عن إنه مشكل ويصير ينظر إلى على إنه مورد ولازم يخلق كل الحوافز لإنشاء بنية تحتية تسترد مش 8% أو 3% تسترد لحديد 90% من هالنفايات هاي دي يتم الاستفادة منها محلياً وعربياً على الصعيد الاقتصادي وأهم شيء على الصعيد خلق وظائف عمل ومن الناحية البيئية كمان لأنه نحن كمجتمعات عربية أكبر شئ من المخلفات تابعونا هي مواد عضوية يعني مواد الأكل والقشور والفواكه وهي دي نقدر نحولها إلى سماد عالي الجودة إذا اتبعنا تقنيات مزبوطة فينا نطلع مننا سماد عالي الجودة فينا نستعمله بالزراعة المحلية والزراعة العضوية وبأسوأ الاحتمالات فينا نستعمله لمكافحة التصحر اللي هو مشكلة أكترية البلاد العربية عم بتعاني منها نعم ولكن من ناحية أخرى أيضاً كيف يمكن تطبيق هذه المشاريع التي تتحدث عنها يعني الاستفادة من النفايات الصلبة كما ورد اقتصادي يعني الحديث بشكل تيوريك أو يعني مبدئي سهل ولكن التطبيق في دولنا التي تعاني من الكثير من الأزمات الاقتصادية والمالية هل سيكون سهلاً برأيك؟ أكيد لا ما في شي سهل إنما منرجع على موضوع التشريعات اليوم لما بتخلق تشريع محفز للقطاع الخاص القطاع الخاص عنده قدرات تقنية هايلة ومستعد إنه يستثمر هالقدرات هايدي مطرح ما الأسواء بتسمح اليوم لازم كل المشرعين العرب كل البلاد العربية تفتح الأسواء البيئية تبعها لمعالجة النفايات وتكون لازم يفهموا إنه في كلفة للمعالجة لحتى نرجع نوصل للإسترداد اليوم عم بعدهم عم ينظروا للنفايات إنه مشكل خلاص من كبة وما بدنا نتكلف عليها هيدا التفكير خاطئ ولما يتغير هيدا التفكير رح بتشوفي إنه فعليا رح يجي يدق باب كل هالدول العربية مستثمرين من القطاع الخاص صار عندهم الخبرة الكافية يقلولون إنه هالنفايات اللي عندكن بدل ما ترموها لايكوا شو فينا نعمل فيها صار فيك تعمل فيها شتى التطبيقات هناك شركات أوروبية وحتى أمريكية وغيرها تسعى إلى الدخول في هذه الاستثمارات في منطقة الخليج في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام هل التعاون مع هذه الشركات سيكون سهلا عبر الحكومات أم عبر شركات في القطاع الخاص في هذه الدول برأيك أنا من محبزي شيء اسمه الكطاع الخاص يشتغل under BOT يعني build on transfer ما في مانع أنه يتعاونوا مع الشركات الأوروبية أو الأمريكية بس يتعاملوا معهم من خلال الكطاع الخاص المحلي لحتى كمانا ننعش الكطاع الخاص المحلي ويكون له دور بخلق وظائف لأنه ما في حدا بيعرف البيئة المحلية قد القطاع الخاص المحلي بعدين فيه شغلة كمانا بين هلالين ما لازم نستهين بالقدرات العربية صار عنا اليوم مهندسين وتقنيين قادرين يطوروا تقنيات هن فهمينينا لأنه هن عايشين وهن أبناء البيئة المحلية تبعهم وهن قدر شيء بمشاكلهم أدرى من الغريب أو من الأوروبية أو الأمريكية أنه هو يجي يقل لهم كيف لازم يحلوا مشاكلهم نعم الرئيس التنفيذي لشركة سيدر انفيرونمنتل زياد أبي شاكر شكرا جزيلا لك وتتابعون في الاقتصاد بعد قليل